موسيقى موسيقى أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحكيب السياسي موسيقى ما زالت الهدنة في غزة تترنح على وقع شروط عالية الصقف من كبل الفريقين في ظل الحديث عن نية نتنياهو لمد الحرب إلى سنة وربما سنتين للوصول إلى تحقيق أهدافه كل ذلك بالتوازي مع استمرار التصعيد على الجبهة الجنوبية اللبنانية وتوسع رقعة القصف الإسرائيلي سياسيا في ظل الحراك الخجول في الملف الرئاسي على الصعيد الداخلي من خلال مبادرة كتلة الاعتدال الوطني وعلى الصعيد الخارجي عبر اجتماعات اللجنة الخماسية وآخرها اللقاء الذي عقد أمس في مقر السفارة القطرية كان الحدث السياسي الأبرز زيارة وفد كتلة الوفاء للمقاومة إلى الرابية للقاء الرئيس ميشيل عون في مشهد يحمل الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل العلاقة بين الفريقين في المرحلة المقبلة كل هذه المواضيع سنناقشها في حلقة اليوم مع عضو لقاء سيدة الجبل عطالة وهلي صباح الخير صباح نور أستاذ جميل أهلا وسهلا أستاذ عطالة بداية من غزة ومن التطورات الأخيرة نعم يعني من بعد تقريبا خمسة شهر على بدء هذه الحرب فتنة بالسادسة نعم تقريبا ومن بعد انتهاء المفاوضات بالقاهرة يعني من دون أي اتفاق حول موضوع الهدن الأخير اللي كنت عم تبحث برأيك لوين رايح المشهد ككون قبل ما نبدأ بس كرمال السيدات اللي عم يسمعوك لازم نعيدهم اليوم يتحطط يعني ومنز داي اليوم فمنقدر يعني هالعيد ومنواجههم تحية شو ما كانوا بالبيوت أو بالشغل بما يتعلق بغزة يعني الكل عم يتعاطى مع هيدا الموضوع الجميع وكأنه يعني ما في إمكانية إلا أنه هيدا الصفقة تصير يعني باريز اللي تحولت لمصر الهدنة باتجاه يعني وقف بس الفشل المتكرر اللي عم بيصير لكن التفاوض مستمر المفاوضات نهاري يعني ما نبين فيه أفق لهيدا المفاوضات الضغط الأمريكي واضح أنه كبير ما عم يقدروا يصلوا لمحل فيها السقوف طبع الطرفين عالية المشكلة فيها للمفاوضات أنه هي مفاوضات وقف إطلاق نار مؤقت وبالتالي بس تقول مؤقت يعني بدا ترجع كل الأمور باللحظة اللي بنتهي فيها الست أسابيع إلى ما قبل الست أسابيع وبالتالي بترجع كل الأمور لمحلها وبالتالي هون تحقدت زيارة هوكشتاين للبنان لأنه مربوطة بوقف إطلاق نار مرة تانية بين هللين مؤقت وبالتالي بيرجع بالربط الساحة الليبنينية حاول يفك السحات بينفكوا السحات على ست أسابيع بعد الست أسابيع شو بيصير وبالتالي نتج بس كمان بيخلق الله يلي ما بيعني طلب يقولوا أنه ما بتعرف شو بيصير بهالست أسابيع يعني هن مراهنين يعني الأمريكي مراهن أنه خلال هالست أسابيع بيقدر يطور المفاوضات أو يتقدر بكل شرقة شامس هذه الإدارة الأمريكية عم تضعف أكتر من النهار اللي قبله يعني واضح أنه الجمهوريين عم يكتسحوا مع ترامب المقاعد تبع المندوبين تبعونهم بأمريكا بعد الليو سبعة وسبعين مندوب بيجيبهم بالجيبة متوفرين يعني بـ 12 أزار منروح على الدورة الثانية وبالتالي بعد الثلاثة الكبيرة والإنجاز اللي عملوا ونيكي هايلي اعتبرت أنه ما بقى لحظوز وضهريد فبتالي هو المرشح الأبرز للجمهوريين والسباء على البيت الأبيض يعني قدامه أمتار قليلة ترامب بزل تراجع يعني اللي عم نشوفه لبايدن بالأرقام والبولز اللي عم تبين وبتالي عم يعتبر نتانياهو أنه هايدي الإدارة كل يوم إدارة عم تضعف عن يوم اللي قبله وبعتقد أنه هو يعني الظروف الداخلية من قبل يعني من قبل سبعة تشرين من أيام المحكم العليا والتظاهرات اللي كانت بوجه هايدي الإدارة كانت فترة لمدى بعيد معه يعني هايدي أول رئيس أمريكادي بيجي بينتخب ما بيستقبل رئيس وزراء إسرائيلي بالبيت الأبيض إجول أمريكادي ونزل هو ذاته هيدا الرئيس بمطار بنغوريون بعد سبعة تشرين تحت الأصف وكل شفناه لا يقول إنه هايدي إسرائيل منطقة نفوذ أمريكاني وبتالي يعني خفرما خط أحمر وإجيت السفن إذا بتتذكر بأياما ورسمت هيدا الخط ووضعت إسرائيل بمعنى إسرائيل مش الحكومي هي منطقة نفوذ أمريكاني ممنوعنا تسقط بالمنطقة وتحت قاعدة إنه ما في أي سلاح بالشر الأوسط بهدد الأمن الإسرائيلي طالما أخذتني لهذا الاتجاه شو رح تأثر الانتخابات الأمريكية برأيك على مستقبل هذه المرحلة عم نسمع كلام نتنياهو يلي سرب بالأمس إنه هذه الحرب ممكن تنتهد إلى سنة وسنتين طب عرف أديش أول سنتين منهم يعني يسأل أيضا كمان كيف شكل هذه الحرب هل هي بالمومنتوم يلي هي فيها اليوم والله حرب متل ما كان معيش الفلسطينيين بالمرحلة أستيبع ولكن عم بيعول الإسرائيل على الانتخابات الأمريكية بس اليوم إذا إجا ترامب أو وصلوا الجمهوريين مجددا إلى الرئاسة بأمريكا شو رح يقدم؟ ما ترامب هو أكتر من سحب الجيش الأمريكي ورده إلى الولايات المتحدة ومارس التهديد ولكن ضربة كف ما صار مزبوط كل اللي اللي عم تقوله صحيح إنما دايما انتخابات الأمريكية هي بتقرر يعني سياسات أمريكا ما بعد هيد الانتخابات وبتالي بيتعطى مع العالم على قاعدة شو هي هالسياسي وبيعود بيرتب أموره على هالأساس ونحن جربنا هذا الشيء بالـ 2016 إذا بتتذكر كنا على بعد خمس دقائق من الانتخابات الأمريكية واعتبروا وقته الأفريقاء اللبنانيين أنه كلينتون هي بدا تجيه ورحنا انتخبنا مشالعون قبل البقات فجأنا جاء ترامب وبتالي بتبنوا سياسات دول صغيرة مثل لبنان على قاعدة مين ممكن يحكم أمريكا ومين ممكن يدير البيت الأبيض وأي السياسي ممكن تهجى الإدارة الأمريكية باتجاهها وباتجاهها آخر فضغط اللي بتحطوا الانتخابات الأمريكية على نفسها وعلى الآخرين كتير كبير ما فيك يعني تتجاوزوا هذا من المال من المال تاني في معادلة بين ترامب وبايدن يعني والمعادلة إلى علاقة بشرق الأوسط وبإيران وبإسرائيل ترامب إذا بيرجع بيجي أول شي ما في حل دولتين بيلتقي مع الإيرانيين أنه بطير حل دولتين بيختلف مع الإيرانيين وما في اتفاق نووي بايدن من تاني ميل إذا بيجي بيلتقي مع الإيرانيين باتفاق نووي بيختلف معهم بحل دولتين يعني عم بزينوا الأمور وطبعا عم يأخذوا بعين الاعتبار كل هيدا كل هيدا الظروف إنما بأعتقد بمحل معين نحنا لنقدر يعني نوصل ل لنقدر نقيم الأمور مثل ملازم ما في شيء يصبح بالصدفة بالسياسة بأوغست اذا بتتذكر قبل 27 قبل ما تصبح 27 وتصبح هالقصة كلها كنا عم نسمع نحن نقرأ بالصحف الأمريكي تسريبات المخابرات اللي عم تقول انه المملكة العربية السعودية على بعض قوسين اوضنا من انجاز معاهدة تطبيع وتقارب سعودة اسرائيلية حتى سلام كنت عن طول بس ما كانت بالمجدين كان في شروط سعودية ابرزها هي حل الدولتين على قاعدة الملك عبدالله 2002 ايضا معاهدة سلام بيمضيع القونجرس لانه ما بدو يصير فيهم مثل مصر بالاتفاق النووي يجي رئيس يعني يطلعوا من المعاهدة امضاء القونجرس على معاهدة دفاع مشترك وما تكون مثل البحرين يعني شراكة او شي من هالنوع او مثل زيلنسكي يعني بيبعطوا له صلاح لأ تيجوا بيجوا الامريكان يعني اذا بصير شي بيشاركوا بالمباشرة تماما اضافة لنووي سعودي لانه هنا عندهم يورانيوم والاهم النووي يعني انه بتقنيات امريكية هي تخصيب اليورانيوم بقلب السعودية يعني ما بتحكموا فيهم للكنديين والروس لأي احدا تاني هندي بخصبوا اليورانيوم ووقت الزوم بتحولوا من يعني من كهربائي واختصالي الى العسكري من بعض مننا نحنا كنا كنا عايشين هاي ديك الفترة وبتتذكر كانت اوكرانيا اخذ كل السورة يعني ما كان فيه اي كلام اخر بالصحف منوه على زيلنسكي ومنوه على زيلنسكي طيال المشهر من بعد سبع وكتوبر اي كنا مفكرين نحنا انه بتتذكر اوبيك بلاس وكيف يعني نحازت لنفسها اولا بتخفيض انتاج النفض وكل المرأبين اعتبروا انه هاي دي نوعا ما بعد العوبات اللي نزلت على روسيا والتكتل الدولي بمواجهة كوتين اعتبرنا انه بتعرف انه اول اول عقوبات دولية بتنزل على مصرف مركزي بالعالم هي نزلت على بوتين كان عنده تقريبا سبعمية مليار 350 منهم خارج وصول روسية خارج روسية جمدوا ليهم وبالتالي كان في عنده حاجة لا يعود بمحل ما اجيت هيدا التعويض من خلال الوبيك يعني وتحافظوا على سعر النفط وما مش يطلع عقوبات والتسخيف لأسعار النفط على ستين دولار ظل يقدر يبيع صار يبيع الروبل هو اتفاجأنا انه بمعيزات هيدا التقارب السعودي الروسي اتفاجأنا بالجي 20 باوغست بسبتمبر بالجي 20 بنيو دالهي بامة العشرين بعشرين شهر بعد قياد كانت منسمع بالممر الهندي ومنسمع انه هيدا الممر موافق على السعودية والامارات وانه هيدا الممر يعني بيأثر طريق الامداد من وبيستبدل طبعا الحزام والطريق طبع الصين ومع انه الهند المفاجأ انه كمان الهند هي جزء من بريكس يعني مع روسية والصين بس اتفاجأنا انه بن سلمان عم بصافح بايدن ومتفقين على الممر الهندي وهيدا الممر الهندي بروح من الهند بيقطع يعني بحر العرب على جزيرة العربية وبيخلص بحيفا ومن حيفا بحر ابيض متوسط الى اوروبا اجيت 27 هون يعني اذا بدك تقرأ 27 بالسياسي لانه مفشي بصير بالصدفة اجيت هون هي يعني معركة نفوذ اقتصادية معركة نفوذ بين محورين كتير كبار مخبيين الصين والروس والايرانية وراء الحوسي وغيره بها المعركة الكبيرة اللي هي معركة مضائق ومعركة ممرات تحرك الحوسي برأيك ظهر اكتر لانه كان عم يضرب التجارة العالمية تبهى لما بعرف هيدا المفاوضات عم يحكوا كانوا عن يعني مختطفين ما هيك هلأ زادوا المختطفين يعني مبارح الحوسي خبرنا انه القصام هي بتقرر شو بتعمل بجالاكسي ليدر يعني السفين اللي اللي تم اختطاف اللي تم اختطاف لا زادوا يعني عم بتشوف التعيدات قديش هي معقدة بس هيدا عم بيأثر كمان يعني متل ما قال الامريكان ببدايتها انه عم بيأثر على حركة التجارة العالمية ماشي لك الامريكان انا مبارح يعني عم بتسمع على التصريح للبنتاجون عم بيقول انه هيدا الروبيمار هيدا السفينة اللي نزلوها الحوسيين وبلش تتغرق شوي شوي ومسترجعت ولا سفينة امريكانية تروح تشيلها يعني قبل ما تغرق زب زب تلاحز يعني الاحداث طلع معهم انه هيدا السفينة هي المرساد تبعيطها قشطيط من بين كل هيدا الاميال المحرية منقية تقشوط إلا تنزل على اربع كابلات بحرية يتقصوا من اصل 18 كابل يعني مقررين الامريكان انه بالصدفة هيدا قطع الكابلات شو يعني هيدا غد النظر شو يعني مش غد النظر بيعتبروا انه اخي ما في حل مع الحوسي شو فيك تعمل مع الحوسي وبعدين كل الناس عم تبطلع يعني اذا احنا نقارن قوة الحوسي يعني وموقع الحوسي شو احسن شي يعني شي لدول سيشال وجزر سيشال اللي عم بيخبرونا فيتو بمواجهة مع روسية عبر اوكرانيا ما بدون يعني الحوسي شو قدام شو ولا ما بيشكل هالأت خطر يعني ما عم قلت شو احسن شي فيك تعملوا قدام الحوسي انك تعمل تجمع دولي وتقول انه نحنا عشرين ثلاثين عربين خمسين دولي ضده نعمل مع الامارات والعمالقة واللي بدأ وعسكريا وانك تقول انه مش حرزين خلين كفيلك وتقول انه انا بالداخل بقلبي عند الحسين عندي جبهة بقلبي الداخل ممكن تكون معي وتواجه هيدا الحسين عملت بالحرب السعوديين الالفان وخمسة عشر لمباري اوكي يعني كل شي نعمل ضلت تسع سنين الحرب ما وصلوا فيها لأي نتيجة اخر شي راحوا قعدوا هنو بس الحرب مي كانت سعودية يعني اكتر شي اللي عم بتقاتل انتبه وصلوا على الحديدة هن بوقتها وشافوا المطار ورجعوا الامريكان بوقتها على قاعدة حقوق الانسان وانه انتو مدير شو عم تعمل وهلأ الامريكان عم بدوقوا اللي كانوا عم بدوقوا السعوديين هي ازيتها وصلت لهون حرب ممرات هي جميع يعني ما حدا يغلط ويعتبر انه يعني انه ما قدموا شي لغزة لا نحنا باللبنان قدرنا كتير ممي طالما قلتلي حرب حرب ممرات بحي حرب ممرات بس في جملة اضافية قبل مبدأ بس في جملة اضافية مهمة لانه جغرافيا تبعيد اليمن متشابهة بشكل جديد شديد عفوا مع جغرافيا تبعيد يعني باب المندب بالنسبة لليمن مثل مضيق هرمز بالنسبة لايران يعني التضريس الجبلية وغيره وصعوبة انك تقصف من خلال الطيران او تقدي الى اي نتيجة بيطلعوا فيه انه هذي الشنطيون الايرانية اللي عنده بالنسبة لباب المندب بعدين مذكرك انه الحرس السوري الايراني زيادة انه قال انه نحنا قدرنا نسكد البحر الاحمر قال انه نحنا عمنا قدرنا يعني نتعرض يعني شو عم بيعملوا السفن وقتا ما بقى عم يقدروا يطلعوا البحر الاحمر من باب المندب بيفوتوا بقناة سويس يظهروا على البحر المتوسط واروبا عم بلفوا من كيبتاو من تحند على رأس الرجاء الصالح يطلعوا يعملوا البرمي هاي كله صح عم بقولوا انه حتى هاي دي البرمي نحنا عنا قدرى نسكر شرق الاوسط ومضيق جبل طارق مين بسكر شرق الاوسط ومضيق جبل طارق مين يعني اللي هاحطود اوروبا ومين عنده الحرس السوري وقفل مين بشرق البحر الابيض المتوسط ما انه على المضيق اللي هو بغير خلي ما عندك صوريخ عم تقدر تسيب تلاتي فوت يعني تسعين متر يعني تسعين سنتي مربعين يعني ساعته حد بقى رسالة انه هو عم بيهدد كل التجارة اللي بالبحر الابيض المتوسط ايه هلقد لصرير عبر المضيق يعني افكاد عبر المضيق مش انه طيب طالما قلتلي هيدا حرب ممرات لكن الحديث اليوم عن حل الدولتين وحديث مستقبل اسرائيل ومستقبل فلسطين وموضوع ايران هو الشي محمود عباس من بين بالخالص بهذه المفاوضات يعني هو برام الله وهلي كان عديم بمصر واللي عم بفاوض هو حماس بس صار في موضوع في الحديث عن حكومة جديدة ايه استقالوا واللي بدك قبل تموز سنة الماضية كان يقول اذا افضلكم تخبروني عن اوصل ولا اضطيتونا فيه انتم انه نحن والاسرائيلية سامنوا عسل طب هيك ما ماشي الحال مبارح بدل الحكومة الاسرائيلية مطلع عقرار 3500 الاقل منهم 20-30 مستوطان 3500 بيت بدلوا عمروهم بالضفة الغربية صحي طب كيف بتشوف حل الدولتين طب هيدا مطلب اوكي عربي طب بس هيدا استفزاز يعني اسرائيل عم تستفز كمان ما عندو حل نتنياهو باللحظة بيكلو بلا ملح جميع يعني هو اخدن له غانس ليقولوله انه هيدا باستطلاعات الرأي جايب أعلى منك جايب 53% انت جايب 33% قال لون انه هيدا عم يعمل نتنياهو مثل ما بيعمل وزير الدفاع عنه يعني ما بيعمل شي بيعو بنائم بقائد الجيش انه هيدا بسمح له ما بسمح له يسافير وانه هيدا حسان عودة هيدا من الشرع اوه مضيها هاك بين بعض داخليا هالأد اخدنه اللي يقولوله انه نحن نعرف يعني باللحظة اللي بيقرر فيها يروح على تفاوض بيطلعوا بيطلعوا للمحكم العليا عن جديد والتظاهرات واللي بدك ايه وبسقطوا وبيمحوا محايا يعني بيكلوا بلا ملح وبيصير بالحبز شو المطلوب هني اذا عم نرجع للموضوع الاقتصادي وموضوع الممرات وكذا يعني اليوم موضوع غزة رايح يعني ما بقى في موضوع عودة الفلسطينيين الى غزة يعني في موضوع الترحيل الى سيناء يعني مضيك او اذا بدك النار اللي بني شقوه ببنجوريون هيد قناة ببنجوريون كمان هني شو بدك قلق قبل ما نوصل للقناة عم بيخبرنا مبارح نتانياه بوضوح بحفل تخريج الزباط انه مكافين بغزة للنصر وانه رفيتين على رفح واصلا ما في شي كان بيمنع انه منهم سمك و لبن يعني بعد الست اسابيع كان ممكن يصير نفس الشي اللي بقولوا نتانياه اليوم يكاف الحرب بغزة ويرجع يفوت على رفح شو بدك الادارة الامريكية بدك استقرار بالشر الأوسط يعني بعد اللي عم بيصير معها باوكرانيا باوكرانيا واضح انه ما في افق يعني الأزيلنسكي والأغضي الأربع شو بسمون الأقليم الأربع يعني خيرسون ودومباس ولوهان كلهم سقطوا بيد بيد بوتين مع كل الضغط للعمل وبتالي ما بدو نروحوا على محل تاني قبل الانتخابات يسبب له مع عدم استقرار وعم تشوف شو عم بصير بميشيغن والتراجع وكل هايدي الملح والابهار اللي عم ينحط انه نحن ممنعت السلاح لإسرائيل وما نريد انه يستعمل بغزة يعني هذا ضحك عن الناخب الأمريكاني لأنه بالنتيجة خلال 150 ما بعرف كم نهار صرنا 153 154 في 100 صفقة صارت مع الإسرائيلية بين أمريكا وإسرائيل يعني معدل صفقة كل نهار ونصر برحلهم 250 مليون دولار السلاح بين ميركافا وبين 155 ومعن يقفو مبارع عم بخبرونا انه نحن ما قادرين نفوت على يعني ما قادرين نفتح ممرات إنسانية وما بدون نفتحوها من رفح لأنه ما بدون يعتبروا انه حماس هي التوزيع المساعدات بترجع تاخد دور وتعمل شرطة وترجع تسترجع دورة المفقود اللي عم بيحاولوا يعني يشلحوها انه ما مننا رفح وما منيها بالخالص لرفح شو منعمل نروح منعمل منجيب من أبرس مساعدات ومنعملها جسر مائي على الميناء طبع غزة على البحر وأنه نوبوتس ان دي جلوند هول الأمريكان بفوق طبعين بوزعوهم كيف بتوزعو عم تكبوهم عم تكبوهم بالطيران هول اطلق قصة تانية لأنه أنا بتذكر إنه وقتها كانت في رجال أعمال فلسطينيين عم بحاولوا يرجعوا يعني أهل غزة على غزة مع أنه سبعين بالمئة يعني رح يرجعوا بدل ما ينصبوا القيمة برفح رح ينصبوها حد البيت ينصبوها حد البيت بغزة لأنه سبعين بالبيوت صارت ملعب فطبول ما بق في شي يعني مثل الجنوب هلا ما حدا عم يحكي على الجنوب لأنه خدموا الأعلام خدموا الإسرائيل اللي ضرب الأعلام بطل حضا يطلع يصور تطلع مش بساكة ما في مضيقات للأعلاميين من قبل الحزب بجنوب يعني هذي بق استثناء السوشيال ميديا يعني الناس تطلع بتطلع ع بيتها بتحط بتقول هون كان البيت وهون كنا نوقف السيارة وهون كانت العريشي وهون كده أنا أقعد بتشوف الصور بجنوب رمادة كلها يعني أبيض وأسود ورمادة كله مثل غزة صار ملاعب فوتبول هلأ لا ترجع لهونيك كنا عم نقول أنه مبادرة لرجال أعمال كانين بالاتفاق مع جيش الإسرائيلي أنه بفوتوا مساعدات اللي هي سموها وقتها قصة الطحين نقلب الجيش الإسرائيلي مع جماعة بن جفير بالداخل على هيد القصة ما بدون نراجعوا حدا واضحة ما بدون نراجعوا حدا السؤال الكبير طيب هيد الهدنة واضح أنه مبين لها الأقليس لحديث ما قاعد عنوية الوفد الفلسطيني مبارح رجع الوفد الإسرائيلي أصلا مراحل عم تذكرني بمساع الملك عبد الله لوقف الحرب بأوكرانيا يعني عزم كل الناس إلا الروس إلا الروس وإلا الروس اللي عم بقتل مبارح نفس الشي يعني عزم كل الناس حفلة عرس بلع عريس مبارح الإسرائيلي مش موجود بالمفاوضات على قاعدة أنه بتعطونا أسامة واللويح ومين طيب ومين مش طيب وشو بقى عندكم وليك بيقولوله لا لأنه هدي آخر ورقة ما بقى عندهم غيرة كيف عم بيحارب السنوار عم بيحارب السنوار بتضم الفلسطيني كل ما توقع مجزرة جديدة بحط ضغط على إسرائيل غير هيك شو فيه يعني الضغط طبع حماس صار بعدد أو من قيمة التضحيات اللي صارت بغض النظر من موقفك من عملية 27 بس عم قول كل هدي التضحيات شو عم تقدم كانوا الإسرائيلية بالراد غزة صاروا بغزة كانوا الغزاويين بغزة صاروا برفاح ما باعلم يعني أنت إلي وين ميزان الربح هل أنتبه مع هولي يعني ما بنا نقلل من قيمة حدا بس مع الأحزاب تتلتليلي العقائدية ميزان الربح والإخسارة غير مقنوية من إيسو يعني إذا بيبقى واحد بيطلع بشكل العالم بيقول لك نحن ربحنا هكثر بال2006 عنا يعني صحيح طيب بالنسبة للفريقين المتواجهين هلأ بين بين الإسرائيل وحماس كيف راح تميل الدف برأيك خلاص بلاش تنتهي حماس ما بيقدر يرجع الوضع يتزبط بميزان معين يعني بالمرحلة القادمة يكون في شغل على موضوع الحكومة بفلسطين تقدر توازي شوي التعنط الإسرائيل تقدر تواجهها يصير فيه مفاوضات نبالش ندخل إلى مرحلة حل الدولتين ولا ما بقى فيه إمكانية لهذا الحل وفيه غالب ومغلوب بهالمعركة ما فيه إمكانية إلا لهذا الحل بالنسبة لفلسطين من دون غالب ومغلوب ولا مع غالب لقى لك كانوا معتبرين أنه نحن بقوتنا وتفوقنا العسكري ووجودنا وتحالفاتنا بهذه المنطقة قادرين نكون نحن على العرب يعني لدينا اليد العليا على العرب وهو يمشون مثل ما نحن بدنا وهذه الأصلية اليمينية يعني اللي بتعتبر مثل ما بقول أحد الأصدقاء يعني هولي يمسكوا التلمود وكل الباقي يعني مسيحي كذا كله هيداي كذب كذب نحن الأصلي نحن المزبوط نحن شعب الله المختار وهلي كلهم تجليط كلهم صيني هلي عم تتواجه هيدا الأصولية بأصولية أخرى اللي هي حماس والإخوان المسلمين أنه لا مش مزبوط نحن فينا نرجع نشي الإسرائيلية من محلهم نسترجع فلسطين كلها يعني كلها هول اتنين صدموا بسبعة يعني بيّن أنه لا الإسرائيل قادر يقبع الفلسطين من محل ولا الفلسطين قادر يقبع الفلسطين هول بدون يروحوا حكما للتسوية معينة بدأ بدأ تخلص آخر شي لتظبط المنطقة وتترتب مثل العالم والناس يعيشوا يعني إذا الله بليك أو داع عليك أو شو بعرف نشو عامل بحياتك سيبقى بحطك بمنطقة اسم الشهر الأوسط بيكون عندك هول الجيران لنقدر نرتاح وتفكر على خمس سنين لقد ما بدأ لك عشر وعشر سنين بدأ هيد المنطقة ترتاح لتقدر ترتاح بدأ تعمل حل دولتان وقال ما في رياح با هذه المنطقة طيب تاني انتقل شو إلى الجنوب اللبناني بيرأيك مع كل المفاوضات اللي عم بتسير وكل الضغط الخارجي على لبنان وعلى ما بعف إذا في ضغط على حزب الله بيعطى الموضوع ولكن قادمين على في حال حصرت هدنة ببداية الشهر المبارك ملاحظ شغلي حتى الصحفيين مثلك بيبنوا كل الحوار أنه الهدنة بدأ تسير ياريت حدا يسأل بلك هالهدنة ما صارت رح يضل المشهد مثل ما هو ورح تتأزم مين قال لك إذا ضل مثل ما هو المشهد نعمل إذا ضل المشهد ما بعرف شو بيصير حدا عارف يجي قدم جواب حذروا الأمريكي بدأ يصير في اندفاضات بالدول العربية والإسلام بدون يقوموا على يعني بدأ يصير في ضغط حتى أكتر على الأمل الأمريكي والإسرادية يجب أن يحضل لود الزيادة على المحور المسمى حاله مقاومة لأنه يجب أن يفوت الإسرائيل على رفح وبالتالي لحسن إذا لم تصار تهدنة في شهر رمضان يتحملون الإسرائيلية شو شايف حكومة نتنياهو أنت عطلين هم يعني ما هي ماشي بهذا الاتجاه بس أنه بعضهم عم يتحاورون بدول عربية عم يحكوا مع عرب يوصلون لحماس بعضهم متكلين بمطرح من المطارح كمان على الجهد العربي والإسلامي لك العرب واضحين ما بتقدق إلى قطيعة مع إسرائيل استفزازهم بهذه الطريقة صار الاتفال الإبراهيمي يعني راح الإماراتي والبحريني والمغرب والسوداني باتجاه تسوية العلاقات مع إسرائيل وشوي شوي يعني يمشي الحال صارت سبعة شرين ما نقطعت العلاقات ليه بدأ تنقطع يعني إذا تصير برفع يعني عم بتقلي المسئولية على العرب شو فيهم يعملوا العرب يعني دايما منقول نحنا أن المسئولية على العرب شو المطلوب يعني هاي دي سوريا بتقول أنه قرب العروب النابض ومحور الممانعة بطلع عم بارا خبرنا أنه مقتنع أنت به الموضوع هلا هو بيقول كتير قصص بشر الأسد يعني أوكي من ضمن القصص اللي بيقولها مبارا عم بيخبرنا أنه الوطني بيكون الوطني بيهتم مصلحة بلده وبيقعد بالحض مش مهن بايا حضن إيه 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 إريتو للأس إيه مش عم نسمع شي من سوريا يعني ما عم نسمع شي سمعنا الروس أخدوا الجولان يعني هلا هنا عم تفقوا مع الإسرائيلية بطل في شي يعني اسمه إيران على حدود انتقلت إيران صارت يعني بطل يعني عن جد شي غريب أول شي بدون بدون أي احترام الكامل لوزير الدفاع اليوم قبل ما فوط لعندك بلكي سألتني عن شي عملت جوجل لأشوف اسمه يعني شكله بتذكره يعني اللقاءات وكذا بس اسمه رايح إنه ستة شهر نحنا بالحرب حدا نشاف شي عم يتخنى بيجي هوكستاين بيشوف وليد بيك جنبلات بيشوف المعارضة بيشوف مين مبدأ وزير الخارجي ما بيشوفه وزير الدفاع ما بيشوفه ما فيش اسمه وزير يعني ما فيش اسمه لبنان يعني فيه بتسعين دقيقة مع نبيه بر مع رئيس المجلس في تسع دقايق معنا نجيب مئاتي شو هدف هذه الزيارات هدف هذه الزيارة هي فصل يعني لبنان عن غزة واضح أنه ما توافق أوكستاين كيف بتم الفصل برأيك؟ ومبارح ساحب المساعد طبعه من لبنان على اعتبار يعني مثل ما نبين أنه رابط هاي القصة بالهدنة الهدنة عم تفروط ساحب الموفد وحتى ما رد على اللبنانيين أنه شو نتيجة المشاورات اللي عملها بإسرائيل وراح من هون على إسرائيل ما يجاهوا شي اللبنانيين أو أتليس نحنا معرفنا أعطل الله وهبة من اللي في عندهم خشية مثل المعارضة أنه يتم ديل أو تسوية معينة أقليمية تكون بجزء كبير مننا على حساب اللبنانيين وسيادة لبنان سمعت حوكستان كم مره سارجي شو بدي آخر مره آخر هلأ أهم شك مرات أو أربع مرات سمعتوا حكي عن الألف سبعمائة وواحد جاب سيرته بالبداية بلش فيها كيف شو بلش فيها قال عم بقول هو أنه نعمل جهود دبلوميسية نحنا مش نوقف بالمبادرة تبعيته في 1701 ولكن صار في اختلاف هيدا مثلا كان معلومات كل واحد بيقلك معلومات بغزة بيتم التزام بوقف اطلق نار لمية لبنان هيدا سمعت بواحد اثنين هون اثنين كان اما تطبيق 1701 يلي هي بيجو بالتسلسل كان ببداية زيارة وعمين حكي أنه أول شي يوقف اطلق نار اثنين تراجع المسلحين إلى مبعد اللي طاني و بيطلع الجيش يعزز وجوده بالجنوب هاي كان الحديث مش 1701 هاي كانت القالية ومن بعدها بيجي ترسيم البري وقت اللي ايجا هوكشتاين وصارت في المفاوضات والزيارات واللقاءات كلها طلع أنه النقطة ثلاثة بتسبق النقطة اثنين يعني موضوع الترسيم البري قبل يطلع الجيش إلى جنوب وقبل أنه يرجع حزب الله المنطقة مقبل اللي طاني في شغلتين بيضي سموه المعارضة المسيحية ما لتقى مسلم واحد أو درزي واحد معهم بهذه المعارضة معرفنا لين شافته المعارضة واسمعنا كلنا بتصريح طب هايدي المعارضة لازم على القليلة تكون بالقليلة 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 واحدة وثلاثين يعني تجمع حالة مثل البيان اللي طلعوا بيان بس الممثلين كانوا عن الواحدة وثلاثين أوكي بس سموه شو بدي شو ممكن كلمه مسلمين كسموه المعارضة المسيحية بتقرأ الصحف معارضة مسيحية هايدي المعارضة على القليلة تطلع تقدم مذكرة لهوكشتاين طمين اللبنانيين لانه اللبنانيين ببيوتون عم بيقولوا بدي يسير مثل ما انت عن تقول بدي يسير في ديل بين ايران وامريكا مثل مثل الديل البحري يعني عزبوا للجيش دل أبعد بكتير عزبوا للجيش وبس ناسين نشتغلون يعني جاب الخرايط وبتلا فيها مذرع قدي اخشي كابون بالزبالة تنازلوا عن 1430 وطلع نبيه بري قالنا دولة لبنان مع دولة اسرائيل ما هيك طيب هول النواب اللي بالتنينة وعشرين اجوا وعملوا نواب وركبوا نمر زرق شو بيختلفوا عني وعناك نحنا نحن نشتغل اكتر منهم نحكي سياسي اكتر منهم مرأ الاتفاق البحري من فوق روسهم بالمرلمان دق تنكون منصفين طالبوا وعملوا مشكل مع نبيه بري وسليم الصيغة عملها معهم فيها راس حرب بلا طالبوا عزب مرات بدون يحيلوا هيدا الاتفاق للمجلس اول شي قالوا هيدا منه اتفاق هيدا اتفاق منه مشروع وقانون وبالتالي ما فينا نطعم بالشكل بلاد الدعوة وفي شي بالمضمون بالشكل هو ما بيمشي كان عندهم اعتراض كل الفترة الماضية اخي وين الاعتراض كان في اعتراض لا اذا هلأ اذا مش حامل تابع شو عم بيصير وشو المواقف يلي عملوا مقدرة كل المواقف سيد المواقف عم تطلع يعني من خارج المجلس النيابي بتطلع على التلفزيون بلقاء تلفزيوني او بتصريح حزبي او كذا شو كان مفروض يعملوا لكين جهود شو بتعني ما بعرف انا انا ازاني بطلب بلاقي عشر نواب يرفضوا اللي صار من رئيس المجلس بيرفضوا باي صيغة يخي يعرفوا عشر نواب هو اللي تقدم اقتراح لشي تشريعي بالمجلس مضبوط بس ما هو لنا بالشكل قبل المضمون مرفوض لانه هيدا رفضوا رفضوا يا استاذ يا حبيبي رفضوا وكان في حملة طويلة عريضة على نبيه بري ما كان ما كان بدون حتى يطلعوا على مضمون المعنيين الكبار بدون ما نذكر أسامي ونورط حدا ونزعل مع أصدقاء انه اجت السفيرة غربية امريكانية قلتنا بديو يمشي هذا اتفاق مشي خلصة هك هي اخر شي هول النواب خبرونا انه بدون نشيلوا بس عم تظلم فريق كتير يمكن معني مرق اللي ماشي لياها عم تظلم ماشي بيحملوا يعني بيحملوا هيدا الفريق اجا قالنا اذا منحط سنديق الاقتراع وبوجه سلاح الحزب بالدخيل منجب لكم لبن العصفور مرأة اتفاق البحرية ما شفنا لبن العصفور مرأة انتخابات الرئاسية ما انتخبنا رئيس في حرب بجنوب صار رئيس المجلس زيبس بدلة عسكرية عم بحارب مع حركة أمال مش عارفين ازا بفوتوا هني بالزيتة ولا بفوتوا صاحبه أمص ونبيه بري الباقيين شو بيعرفوا بيقروا بالجرائد مثلها مثل ما عرفوا وقت الأمم المتحدة هيدا من وراء وضع الدولي اللي وصلنا له يعني من وراء التفكك اللي موجود بالدولة طيب منا نعود لتوازن معين كيف منعمل منرجع هيدا هيدا فكرة انه كل الوقت نقعد ننعن نسحب الربابة انه مش مش الحال ومنا نطلق والتركيبة مش راكبة وكذا هيدا ما هيك ما هيك ما هيك ما حيمش الحال ولو ما انتوا اكتر مين بينادي بسيدة الجبل الوطنية والشو اللبنانيين شو عم بقولوا هديك المرة بعتلي حدا من الأصدقاء تصريح لسيد بولا اللي عم تقول بولا انه 1070 يبدو واحد بدرو بال15-1950 هي طالع بتصريح عندها مشكلة لك هنا لا هي عام لشي على تويتر او مدروان بعتتلي شفته شو رأيك انو عم تقول هات انو 1770 وواحد طالع مع الستبول انو بدرو بال15-1950 انو هيدا يعني هو من ضمن 17-01 في تمسك بال15-1950 انو بس هيدا انو هيدا الانسحاب لبعض اللي طاني فانو طاروا الـ 15-1950 طاروا الـ 16-80 وطاروا الدستور بظهرهم الجواب انو الـ 17-01 مركب حجر فوق حجر على الـ 15-1950 وعلى الـ 16-80 وهول الثلاث القرارات مركبين ثلاث تون على الشرعية اللبنانية بالدستور اللبناني وبالطايف هول يركبين على بعض بتفرد بتشيل حجرة منهم بيقشتوا كل الباقيين فهيدا الاخبار انو منروح على حال ديبلوماسي ومنبلش نرسم بدك تطلب يا كامل الـ 17-01 متلازم مع الدستور اللبناني 16-80 15-1990 22-56 يا بلا كلها القصة هيدا اللي عم بتطالب فيه اليوم المعارضة لا المعارضة غير انو عم بتطالب هيك عم بتقول انو عم نسمع الكل انو بكرة بس تخلص الحرب اعتبرين انو الهدن بدت تصير وبدت تخلص الحرب انو هيك ما رح يمشي الحال شو من عم يل انو كل شي بوقت حلو بس نصل لها من صلى لها ما هيك عم نسمع شي بيقلك من نظهر من التركيبة هيدا التركيبة ما بقت سوا شي بيقلك انو هيك ما ممشي الحال من على طلاق حبي ما احد عم بيقلك من نطبق الدستور او من نتمسك بالطائف او ليش هو الحال بتطبيق الدستور كما هو تمسك بالطائف شو رأيك نعمل بربارة ومتفون يا ناهد مش في بربارة ومتفون وفي كذا في اليوم مشكل بالبلد تلت ربيع عم بحكي عن الجهة المعارضة عم بقول اليوم في مشكل اليوم موضوع السلاح وفي موضوع النظام السياسي بالبلد طالما في مشكل بموضوع السلاح ما فيك تحكي بموضوع النظام السياسي النظام السياسي شئنا عم أبعين بحاجة إلى التطوير يعني في حدا اليوم ما بيقول النظام السياسي بده التطوير بالبلد خي بحاجة لتطوير طائف يا خي ما بدك طائف طائف ما مش قصة التطوير انه دغري بتنطه انه نروح نطلق النظام لحظة لحظة تاريخيا اذا نعمل بالتسعينات انا مش عم بقمعك انا عم نقشك في 24 سنة 24 سنة خلينا نبلش من الاخر مترجعنا لورا مننسى شو صحي هلأ هون نحن اليوم ما هيك في جلسات لرئاسة الجمهورية الطائف قال انه بتروح على كل جلسة تبلش عن جديد يعني انت ولا انه جلسات متتابعة ومتلاحة ما بعدك عم بتقول انت ما عم بيلتزموا بقى يخيط انت عم بتقول نزبط الطائف ليش انت عم تطبقه قبل ما تزبطه الطائف بهاي النقطة الطائف مبهم بلى كل واحد بيقلك خبرية لا مش مبهم في نحن منعيش بالطائف على نفوس قوة يعني وين بروح نفوس القوة بيطبق الطائف على اساسه عشنا على تطبيق الطائف ليه بيتطبق على حسب القوة لانه بتفسروا هاي دي القوة متل هو بنسبها يعني هو قبل للتفسير يعني صار في صغرة مش هو مش هو انا بشتغل على توضيح كل شيء شايف هلا ازا بجيب معي انا فرد بحطه حدك هلا هوني على الطاولة بيصير كل شيء بقوله انا عظيم بسأل لك بسأل لك بسيكون في فرض على الطاولة كل شيء يصير انو قبل للتفسير يعني بتبطل عقدة بس هي النقطة اليوم الأساسية انو النظام السياسي بده تطوير بالبلد خيب حد عم بقول انه هيدا نظهار منزل وماما هني هون المعارض عم بحكوب بحكوب البديهيات بحكوب البديهيات مش انتخاب رئيس طيب انه معقول يعني انه كل مرة نعمل جلسة جديدة ونسكر جلسة مروعة لما هم قال انه جلسات قال دورات مطلحة شو رأيك بموقفنا ببر الأخير وقت اللي حكي بجريدة الجمهورية انهو مستد يدعي لحديث أربع دورات مبادرة الاعتدال تبين انه هلا انبارح 5 سيعة تخبرنا انه هيدا المبادرة عظيمة كله عم شتري وقت بيطلع الشباب هني مش عم بقولوا هيدا المبادرة عظيمة هني عم بقولوا كل مبادرة كل مبادرة بتأدي الى ايه انت شايفة هيدا راح تأدي لمحل يعني شفنا المعارضة انت بتشوفها شبيهة بمبادرة الرئيس برية ما هي مش مفهومة الشيخ سامي خبرنا انه هو اصلا مفهم الشباب اللي قابلوا يعني الاعتدال عم بقول مش عارفين هني شو بيان انه الاعتدال ما عارف شو هي المبادرة من اساسها انه مين بترقس الجلسة وين بتنعمل وكيف تنعمل وكذا انه بطيروها كلها من بتبليش نسيتني والله بتصدق شو بدي اقولك انه بدي اقول شي مهم ورا عم بالي المهم عن موضوع اليوم المبادرات اللي عم بتصير برأيك راح تقدى الى الى شي جدة راح نقدر نفصل الملفات اللبنانية عن عن ما يحصل بغزة يعني السيد نصر الله والفريق الاقوى بالبلاد السيد نصر الله عم يشتغل شغله عم يعمل اللي هو لازم يعمله الاخر يمليج نشتغله شغله عم يعمل شغله شغله إله وكشغل ايران خلص سمى لك طريق الادس هلا وين بتموت انت بس بسوريا بتموت باليمن بكله هيدا بصير يعني طريق الادس كلنا سميناها طريق الادس هيدا اللبنانيين كياس رمل بهيدا المعركة مقلون اي دور مش موجودين مش معروف نحنا وين راحين الخوف انه تسقط هيدا المبادرة يعني يفرط التفاوض بعد المفاوضات وتروح انت على مجهول معروف شو تداعيات اليوم يلي كتعمت تلي اياه انه هوكشتاين تقريبا فشل اللي عم بحاول يعمل وكان باخر زيارة حمل حالوفة هيدا إلا تداعيات نحنا منعرف جزء من اللي عم بصير يعني جزء يسير من اللي عم بصير فيه اشي كتير ما منعرفها وتحت الطاولة وفوق الطاولة والامريكان بيشتغلوا براغماتيا يعني ما بتعرفينك من بكرة الصبح طوع عبكرة تلاقي انه رائد بلبنان وصار اتفاق نووي ايراني مع ايران ورجعت الدني بألف خير يعني ما فيك تعرف شو عم بصير بس بالمتاح المبين باللي انت بتقراء انا وياك بالجريد لانه نحنا مننا اصحاب قرار ومننا عادين بمواقع يعني نضيق لقاموس وقاموس يضيق لنا فيه مبين انه هيدا التفاوض مستمر المفاوضات نهاري طيب شو اليوم التاني لما بعد هيدا بس انت برأيك بحساباتك فيه انعكسات لهيك جو يا خي انا سمعت هديك المرة من الشباب منهم فيهم يعني رئيس مجلس الجنوب طلع خبرنا انه حجم الدمار هلأ بجنوب هيدا من اسموعين او ثلاثة يعني قديمة صارت هلأ زاد خبرنا انه مليار ونص دولار صاروا وانه فيه 3500 بيت مضروب جزئيا وفيه 650 700 بيت ان هولي اختفوا عن الخريطة وانه الكلفة هي مليار ونص طيب انت ما قادر تسحب 150 دولار من البنك ما قادر تزيد رتب الرواتي العسكريين المتقاضين ما قادر ما بده يعود كيف بدك تعود وكيف اذا بتفوت بعد يعني بعدك انت فوق بالجنوب على مدري كم ضايعا 40 50 60 70 دايع مدري كم ضايعا القطاع الغربي والشرقي اللي عالمونا هول التفاصيل طيب بكرة اذا بتصير انت بشوف بتصير ببيروت بتصير بجدرة بتصير بقلب شو بتعميل طيب بس يعني هيدا كلها اسئلة مشروعة وللأسف ما فيه اجوبة هلأ استاذ وهيبة عطلة مش بس عندي ما فيه اجوبة ايه صب 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 عندي المعنيين ما فيه اجوبة استاذ وهيبة عطلة سؤال اخير قبل ما نختم زيارة وفد من حزب الله الى الرئيس ميشيل عمان بعد كل التصاريح عم بقرم باريح يعني شو مكتوب بالصحف عن السيارة تعرف انه عملوا عن طريات وانه بسير وما بسير مين اللي عمل عن طريات؟ الطيار اسمعنا الاستاذ جبران بسيل شو قال الرئيس مشيل عم حكي ايه اتنيناتهم حكو بس زار مشيل عم هو مازال بسيل لانه يعني العلاقة مع مشيل عم تختلف عن العلاقة مع بسيل عملوا ايميل الجنرال هني راحوا زاروا شو خبرونا بالصحف انه خبروا الحج محمد رعد خبروا معلومات يعني غير المعلومات اللي انو هيك نعرفها غير يعني معلومات ميدانية بيعرفوها اهل الميدان بسمينا بين اهل الان ايه اصدج قلبه لعماد عون نقل عنه انه هو هلا ارتاح قلبي ايه انو كان في قصص مش عارف اخبروا ايه انو نحنا مستعملين وبيطلع بالشهر الاوسط شو حيات هذه السياة انو عشرة بالمية من السلاح الحزب من قدرات الحزب يعني عشرة بالمية على المليار ونص اضربهم بعشرة هوليك قد كم مليار بصيرو نحنا بعشرة بالمية صرنا حطين مليار ونص جزيد عليهم تسعين الباقيين انت يشوف قدي بتحط قبلهم نسبة الدمار اللي بتسير ايه بس انو قصي جا قلبه الجنرال انو هلا فهم الميدان هو وعرف انو بالضبط شو عم بصير خلفيات هذه الزيارة خي شو خلفيات هذه عم يطلع خبرنا انو القرار المسيح المصادر خي سنتين ونص لانتخبوا ميشيل عون اربعة وخمسين جلسة ما سمعناك قلت القرار المسيح المصادر وقتا طيب لك بشو ردو كيف يعني كيف تترجع تلعها بكرة بردو بردو شو عرفنا كيف بردو متل ما ردو قبل بردو بكرة بس انو هايدي التفاصيل اللي عم نحكي فيها نحنا ما بتلغي الدوام اللي عايشين فيها نحنا ببلد مسلوم يعني قصدك يا رئيس ميشيل عون والطيار بعضو عم بيراوغ وبعضو عم بيكذب كل اللي حكى طلع من ورا منا قال هلا ارتاح قلبي يعني بس اجوا الشباب قالوا له شو بدك انت شو عم تقرب بالجريط نحنا نخبرك القصة اهل الميدان بقولوا هاك ونحنا عشرة بالمية بس مستعملين قال هو خلاص ارتاح احيان طمم بيلو عدوا لتاق سيدة الجبل الاستاذ وهبي عطالة انا بدي اشكرك شكرا لك واحلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك مشاهدينا ومستمعيننا شكرا ايضا للكم على حسن المتابعة نلتقى نحنا وياكم الاسبوع نقطة الازالة اشتركوا في القناة